اهلا بكم مشاهدين من جديد الأمتار الأخيرة في البغوز شرق دير الزور مساحة ضيقة خرج منها الآلاف من المدنيين ومئات من المقاتلين في صفوف تنظيم الدولة وأسرهم في هذه الأمتار تنظيم الدولة محاصر وفيها أيضا قسد عاجزة أو متقعسة نتابع التقرير التالي ونعود للنقاش كهذه ومن تحمل المئات سوريات وأطفالهن ومن باقي الجنسيات خرجوا خلال الأيام والساعات الماضية من مساحة لا تتعدى كيلو مترا واحدا خرجنا من مخيم البغوز شرق دير الزور آخر معقل لتنظيم الدولة الذي حلم وروج لدولة تمتد إلى ما لا نهاية حتى هؤلاء سلم المئات منهم أنفسهم لقسد منهم عراقيون وأوروبيون وأيضا سوريون الأوروبيون تتقذفهم دولهم أما العراقيون فكانت سجون ومحاكم بغداد بانتظارهم ومن تبقى منهم أي السوريين غير معلوم مصيرهم الأمتار الأخيرة المقدرة ب700 متر مربع هي المساحة التي أعلن عنها قائد حملة عاصفة الجزيرة جيافورات في وقت سابق حين بدأت المعركة بساعات هذه الأمتار بقيت عصية على قسد والتحالف لحجج عدة منها الأنفاق التي يستخدمها التنظيم والمفخخات والألغام وكذلك حجة وجود مدنيين واستخدامهم كدروع من قبل تنظيم الدولة هذا بحسب قسد أما مراقبون فقد ذهبوا إلى احتمالات أخرى أبعد أبرزها الأسرى الأجانب بيد تنظيم الدولة والذي رجح البعض تبعيتهم لمخابرات بعض الدول حتى الآن الأوضاع لم تحدث تغيرات مهمة في الأيام الثلاثة الأخيرة إذن معركة أعلن عنها قبل شهر تقريبا لم تشهد ساحتها سوى أخبار عن أسرى خارجين وآخرين معتقلين فاق عددهم أربعة آلاف كما لم تشهد سوى تحليلات وتخمينات وتصريحات ليبقى التساؤل ماذا يجري في أمتار الباغوز الأخيرة ومتى ستطوى صفحتها وما الذي ينتظر من فيها من مدنيين ومقاتلين لمناقشة هذا المنضوع مشاهدين ينضم إلي في استوديو العميدة الدكتور عبدالله الأسعد الخبير العسكري ومعنا منذ بداية سوريا اليوم عبر الأقمار الصناعية من باريس رامي خليفة العالي الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس ونحب بكما وأبدأ معك دكتور يعني هذه الأمتار في الباغوز تتوكى أنها ثقب أسود للمعارك المزيد من المعارك في هذه المنطقة لا أحد يعرف ماذا يوجد داخل هذه الأمتار وما زال يخرج آلاف المدنيين يعني أمس هناك حديث عن أكثر من ستة آلاف من المدنيين خرجوا معارك تقف ثم تعود مرة أخرى ما الذي يجري في الباغوز مساء الخير لك والسادة المشاهدين وظيفك الكريم يعني في الواقع هذه المساحة الجغرافية من أصل طبعا من قرية الباغوز الذي تتألف من قسمين الباغوز الأعلى والباغوز الأدنى الذي حصرت حتى الآن يعني أصبحت في منطقة جغرافية يعني لا تعادل مساحتها الجغرافية والعسكرية نقطة استناد لفصيلة فصيلة تدافع في 300 متر هذه هي يعني من الناحية العسكرية منطقة ضيقة جدا ومن السهل أن يتم القضاء عليه لكن هناك شيء لهو يوجد أوراق بيد داعش داعش المتواجدة الآن في هذه المنطقة لديها أوراق كبيرة جدا محاصرة هي من جهة الشمال والغرب يحصرها تنظيم قصد من جهة الجنوب النظام من جهة الشرق الحجر الشعبي يعني لا يفصل بين الباغوز ما تبقى من الباغوز والحدود العراقية سوى شريط إذن هذا التنظيم الآن لديه أنفاق تحت الأرض لديه معتقلين أيضا موجودين لديه وهذه نقطة قوة لدى تنظيم داعش بأنه يستطيع قتل هؤلاء الموجودين لديه هؤلاء الأسرة يوجد بينهم أناس وشخصيات تريدها بعض مخاورات الدول لا تريد أن تقتل هؤلاء الأسرة الموجودين تريدهم أحياء تريدهم أحياء نعم موجودين إذن لماذا اشتدت موجة القصف خلال الفترة الماضية يعني قصف وحتم بأسلحة مثل الفوسطورة بالتأكيد يعني الآن مثلا أحيانا مجازر في مناطق المحيطة بالباغوز بحق المدنيين يعني طبعا عملية التنسيق بين أخراج المدنيين والابقاء على البعض منهم طبعا تمت يعني يعني أنا أقصد هناك خوف على هذه الأوراق التي بيدعش لسيما موضوع هؤلاء الأسرة لماذا يتم اشتداد المعارك بهذا الشكل ومن ثم يبدو أن تفاوضا معينا يحدث ويعني تنخفض وصيرتها مجال هي المعركة في الواقع ليست معركة تكتيكية يعني هذه المعركة معركة استراتيجية سياسية وعسكرية يعني يتم الآن ترتيبات أمنية وسياسية استنادا إلى هذه المعركة طبعا لماذا مثلا تنظيم قصد تأخر كثيرا في الهجوم أحيانا يتقدم يعني بضع المترات أقل من كيلومتر في هذه المنطقة هناك تفاهمات موجودة عندما يعني تضايق تنظيم داعش في المنطقة منطقة الباغوز طبعا توجه جنوبا بتجاه قوات النظام طبعا للنظام أيضا لنظام الأسد هناك يعني ضباط موجودين ضمن تنظيم داعش الآن يعني أيضا هناك يعني قوة وأوراق قوة موجودة لتنظيم داعش أيضا خلايا نائمة موجودة الآن في دير الزور يعني الغاية هو تنظيف دير الزور إلا أن هناك خلايا لهذا التنظيم الإرهابي موجودة يعني تستطيع أن تؤثر على حقول النفط لو كانت هذه المعركة معركة مفتوحة مفتوحة بكل معنى الكلمة هذه القوات هاجمت حقول النفط الكبرى المتواجدة فيها المتواجدة فيها أو بالقرب منها قواعد أمريكية فلذلك يتم الآن وبكل هدوء وببطء طبعا بالإضافة إلى ترحيل المدني إلى معسكر الهول أيضا يتم ترتيب وتفاهم يعني بتقديرك من يقاتلون اليوم في الباغوز هم يقاتلون للخروج وليسوا يقاتلون حتى آخر رجل فيهم يعني كما يقول بعض المراقبين يرون هذا التحليل أنهم الآن يريدون فقط إخراج النساء والأطفال وهم يقاتلون حتى الموت هذا الموضوع طبعا وارد ماء بالماء عندما يخرج ثلاث ماء من تنظيم داعش يخرجون بينهم مثلا عشرين أجنبي موجودين في هذه المنطقة يخرجون بالتنسيق والتفاهم بين قصد وبين تنظيم داعش إذن هناك معركة ليست معركة عسكرية بحتة هناك معركة يعني يرافقها ترتيبات ترتيبات من أجل إجلاء من هم بيد داعش والتفاهم على خروج البعض منهم هذه المنطقة الآن فيها مستودعات للسلاح والخروج هنا في هذه الحالة إلى أين؟ من خرج خرج إلى المنطقة التي يسيطر عليها قوات قصد وموجودين الآن هم هناك تقصد إلى المخيمات يعني هؤلاء غالبا هم مصيرهم محاكم أو مصيرهم تسليم إلى دولهم الآن هذا موضوع يعني تحت المجهر الدولي الآن هناك موضوع طبعا يوجد هناك شخصيات أجنبية من دول أوروبية موجودة ضمن هذا التنظيم يعني هذا التنظيم ليس تنظيم يعني عبارة عن 300 متر أو نصف كيلومتر موجود فيه مجموعة مثلا دعني أنقل هذه النقطة التي تتعلق بالمقاتلين الأجانب لسيد العلي هل تعتقد أن الدول اللاسيمة الأوروبية يعني قد حسمت اليوم موقفها من هؤلاء المقاتلين المتبقين أو الذين حتى يعني تم إخراجهم من الباغوس لا يوجد الحقيقة موقف واحد نور الهدى بالنسبة للدول الغربية موقف الفرنسي يختلف عن الألماني ويختلف عن الموقف الأخرى في الدول الغربية البعض يريد التعامل معهم كأي قضية أخرى وبالتالي تقديم هؤلاء إلى المحاكمة بتهم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية البعض يصل إلى حد سحب الجنسية الغربية من هؤلاء الأشخاص خصوصا لولئك المزدوجي الجنسية أو حتى الذين لا يمتلكون سوى الجنسية الفرنسية على سبيل المثال وزير الخارجية الفرنسي أعلن بأن هؤلاء هم أعداء للأمة الفرنسية وبالتالي نحن نتحدث عن طرق مختلفة في التعامل مع هؤلاء الأشخاص وهؤلاء المجاهدين في تنظيم داعش الإرهابي ولكن الحقيقة تسمحي لي بالعودة إلى سؤالك الأول وهو أن التنظيم أو لماذا تأخر الحسن فيما يتعلق بتنظيم داعش كل تلك الفترة نحن نتحدث نور الهدى عن ما يقارب العام الكامل حيث تنظيم داعش موجود في جيب صغير هو جيب هجين وقرية البغوز والقرى المجاورة وبالتالي كيف لقوات سوريا الديمقراطية التي أعددها بعشرات الألاف وتساندها التحالف الغربي الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا وفرنسا لديها مشاركة أيضا في العمليات العسكرية كل هذه القوى ولا يستطيعون القضاء والبقاء لمدة عام لأنه ببساطة عند الانتهاء من تنظيم داعش تلك سوف يطرح الكثير من الأسئلة الأخرى السؤال الأهم والأبرز الذي تحاول قوات سوريا الديمقراطية قصد أن تتجنبه هو كيفية التعامل مع الجانب التركي قتالها ضد تنظيم داعش يجنبها الحقيقة الدخول في مواجهة مع الجانب التركي لذلك كلما تأخر القتال وكلما استمرت المعركة لفترة أطول كان ذلك أولا يجنبها المواجهة مع تركيا ثانيا يسمح بتلقي مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن التحالف الغربي ثالثا الحقيقة لترتيب الأوضاع بعد القضاء على تنظيم داعش رابعا للحقيقة وهنا مسألة ما ألم تأتيهم طوال الفترة الماضية تطمينات أمريكية كافية يعني لا سيما ربما حتى تصريح الأخير لترامب فيما يتعلق بموضوع صحب القوات وعاد إلى القول أنه سيبقي قواتا هناك لأن إلى الآن المحقيقة الموقف الأمريكي تنقصه مسألة أساسية وجوهرية نور الهدى المسألة وهي الاتفاق مع الجانب التركي إلى الآن لم نستمع إلى أي تصريح أو بيان من قبل الأتراك من قبل الرئاسة أو من قبل الحكومة بأن تركيا لن تقوم بعملية شرق الفرات بل أن كل التصريحات المتوالية بأن تركيا مصممة على الموضوع قدما في عملية عسكرية شرق الفرات لأن هذه القوات سوريا الديمقراطية أو البيكي كما تعتقد تركيا هؤلاء هم عبارة عن ميليشيات إرهابية تهدد الأمن القوم التركي وبالتالي طالما أن تركيا مصممة على الموضوع قدما باعتقادي أن الحرب ضد الإرهاب والحرب ضد تنظيم داعش سوف تستمر بالرغم من الحديث الذي نسمعه الحقيقة على امتداد الشهور الماضية بأننا في الأمتار الأخيرة وأن القضاء على تنظيم داعش لا يتطلب سوى وقت قليل سوف خلال فترة أسبوع أو خلال فترة شهر ولكن مع ذلك يستمر القتال ربما يظهر التنظيم في مناطق أخرى لا بل أكثر من ذلك أن التنظيم بدأ يقوم بعمليات إرهابية في مناطق خارج سيطرته بمعنى أنه ينتقل من الوجود الصلب والوجود المادي إلى وجود ميليشياوي وإلى وجود إرهابي وبالتالي سوف تبقى حجة محاربة الإرهاب حجة موجودة طالما أنها تخدم أهداف لصالح قوات سوريا الديمقراطية ولصالح الرسم استراتيجية ورسم الأوضاع في سوريا خلال الفترة المقبلة دكتور إذا كان هذا ما يتعلق بالمقاتلين الأجانب كما شاهدنا بالتقرير هناك أيضا سوريين يعني بين المدنيين ومن أسر المقاتلين هناك أطفال ربما الآن ستواجههم مشكلة أخرى في كيفية إعادتهم إلى المجتمع وتصرف معهم كيف سيتم التعامل مع هؤلاء السمين لاسما النساء والأطفال منهم يعني طبعا التنظيم قام بعملية غسل دماغ لهؤلاء الأطفال وللسكان سواء كان بالإكراه أو بالطوع لأنهم بقوا فترة طويلة منذ أن تألف تنظيم داعش بهذه المنطقة بأنها دولة الخلافة وأنها طبعا هي التي تتمدد وهي التي ستقوم بتحرير هذه المناطق في الواقع يعني تنظيم داعش كان له تأثير كبير جدا على فكرهم هؤلاء يجب أن يعاد تأهيلهم طبعا حتى لا يعودوا إلى ذلك لا يكون سهلا أن يعاد تجنيدهم مرة أخرى تنظيم داعش هو عبارة عن فكر موجود في عقول هؤلاء الذين طبعا يتجاوبون مع تنظيم داعش ومن سواء من الحاضنة أو من سواء الذين تقدموا عسكريا وبقوا إلى جانب هذا التنظيم هذا التنظيم الآن المحاصر طبعا محاصر لنعود بالذاكرة إلى الخلف يعني التحالف قصف الجسر الذي يربط الباغوز بالبوكمال أصبحوا يعني يستغنون عن هذا الجسر بقوارب مطاطية لجلب الأغذية وكان يتم قصفها أيضا في الواقع يعني هناك حقيقة يجب أن نتحدث بها هناك عناصر من قصد طبعا يعني هم ينسقوا بشكل كبير جدا مع داعش وهم من يقدمون لهم الآن يعني المعونات اللوجستية والقتالية لتنظيم داعش كثير من تنظيم داعش هو على علاقة وطيدة مع قصد ولو لم يكن هناك تنظيم بين قصد وتنظيم داعش لم استمر هذا التنظيم حتى هذه اللحظة لأنه يحتاج إلى أمداد قتالي وأمداد إداري لوجستي ويحتاج أيضا إلى معداد طبية وإلى خطوط إخلاء وأمداد يعني في مسافة مثلا يعني نعتبر المساحة الآن الجغرافية الموجودة مع تنظيم داعش لنفض جدلا واحد كيلومتر هذه المسافة طبعا استطيع يعني سلاح أبيض قتال بالسلاح الأبيض في هذه المنطقة يعني المدى المجد للسلاح الخفيف البندقية الآلية أربعمائة متر إذن هم يعني يشتبكون ويستطيعون التخلص من هذا التنظيم وإذا ما قررنا العدد والعدة الموجود مع قصد والأسلحة الموجودة مع داعش إذن هناك فرق كبير جدا فلذلك يعني أيضا قوات قصد لها مصلحة في إبقاء هذه المعركة قائمة لماذا؟ لأن قوات قصد الآن يعني تفكر في المعركة القادمة التي ستجرى عليها وهذا التنظيم أيضا إذن يعني تؤكد دكتور على الفكرة التي تحدث بها سيد رامي أيضا نعم أنا أؤيده بهذا الموضوع يعني الآن خلافه مع نظام الأسد طبعا لأنه كان ينسق بشكل كبير معه والآن أصبح تنات تناقض في المصالح الآن الدولة التركية تريد أن تقوم بعملية شرق في الفرات التحالف الدولي طبعا الآن رفع يده ورفع الغطاء عن قصد لذلك هي ستصبح مستهدفة فالآن تنسق مع داعش أشكرك بهذه الأمور أشكرك شكرا جزيلا العميدة الدكتور عبدالله الأسعد الخبير العسكري كنت ضيفي في أستوديو شكر موصول لك أيضا سيد رامي خليفة العلي بحث في الفلسفة السياسية كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من باريس مشاهدين أشكركم على طبع المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر